طيب في قصة بقى عايز احكيها مع حضرتكم وليت سليمان واحد زي ما بيقولوا كده ايه ريحة الزمن الجميل في النادي الاهلي ريحة الجيل الزهبي في النادي الاهلي وليت سليمان خلاص كانوا اخذ قرار بشكل معلن انه هينهي مسيرته ويعتزل كرة القدم بنهاية الموسم الحالي بس في قصة كده تعالوا اشرحها لكم واحدة واحدة نتكلم فيها واحدة واحدة مع بعض امشوا معي بقى واحدة واحدة وليت سليمان طلب من النادي الاهلي عدم استكمال الموسم الحالي وليت سليمان نجم النادي الاهلي واللي اعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري تأثر كثيرا في الايام الاخيرة بخسارة دوري ابطال افريقيا وليت منذ الخسارة امام الوداد وهو يشعر بعدم القدرة على اللعب والاستمرار لنهاية الموسم خصوصا وانه كان يريد ختام مشواره بالبطولة القرية كان يستحقق بصراحة اللاعب الملقب بالحاوي تحدث مع مسؤولي النادي الاهلي حول امكانية عدم الاستمرار لنهاية الموسم والابتعاد خلال الفترة الحالية لحين موعد مباراة اعتزاله ومسؤولي النادي الاهلي رفضوا طلب وليد سليمان واكدوا له على التمسك باستمراره لنهاية الموسم خصوصا وانه احد اللاعبين الكبار والمؤثرين في الفريق مسؤوله النادي الاهلي ايضا قالوا لوليد سليمان ان الفريق امامه بطولتاي كأس ولقب الدوري وانه عليه الاستمرار للتدويج بهم ومساعدة الفريق نظرا لخبراته الكبيرة الاهلي في الوقت الحالي يحاول بيحاول الضغط على وليد سليمان وايقناعه بالاستمرار ويخراجه من الحالة النفسية السيئة حتى ينهي مسرته على منصات التتويج وطبعا يستحق تعالوا نروح لارقام بطولات وليد سليمان مع النادي الاهلي فاز مع الاهلي بستة دوري اتنين كأس مصري خمسة سوبر مصري اربعة دوري ابطال افريقيا اربعة سوبر افريقيا واحد كونفدرية اتنين برونزيت كأس العالم ايه ده العظمه دي كل دي بطولات ما شاء الله لعب ميتين ستة وتمانين مباراة مع النادي الاهلي سجل خلالهم سبعة وستين هدف وصنع سبعة واربعين هدف اسطورة طبعا اسطورة لعب ميتين وسبعين مباراة سجل تلاتة واربعين في الدوري الممتاز وصنع واحد وتلاتين وفي كأس مصر لعب تمنتاشر سجل سبعة وصنع هدف في دوري ابطال افريقيا لعب تنين وثمانين مباراة سجل سبعتاشر وصنع 14 اكتر خمس مدربين لعب معهم وليد سليمان في النادي الاهلي كانوا كالتالي حسام البدر لعب معه ستة وتمانين مباراة سجل تلاتة واربعين وصنع خمستاشر كالوس جاريدو المدير الفني الاسباني لعب معه ستة وعشرين مباراة سجل تمانية وصنع خمسة مارتنيول الهولندي مارتنيول لعب معه ستة وعشرين مباراة سجل هدف وصنع سبعة رانيه فيلر لعب معه خمسة وتلاتين وسجل حداشر وصنع واحد بيتسو مسماني لعب معه واحد وتلاتين مباراة سجل تمانية وصنع هدف واحد سطورة طبعا سطورة واسم كبير ورائع في تاريخ الكرة المصرية والنادي الاهلي ريحة الزمن الجميل الواحد بيزعل قوي قوي لما النجوم دي لما المواهب دي بتخلص كرة بتترك الملعب بتقعد تفكر ألف مرة هم هيتكرروا تاني ولا لا هو بصراحة شديدة اللي بيروح وبيجيز زيه للأسف يعني اشتركوا في القناة